اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاردة في اليوم العالمي للسرطان بنحتفل بالناس اللي قدرت ان هي تحارب السرطان وتنتصر عليه وتشفى وتقضي رحلة العلاج بنجاح نهاردة احنا في جامعة الدول العربية مع ملتخى من الجامعيات الخيرية الدعامة لمرضى الأورام في البلاد العربية عندنا من جميع البلاد العربية في ناس ممثلة عن الجامعيات وعندنا طبعا من المحاربين اللي قدروا ينتصروا على الأورام من جمهورية مصر العربية الاكتشاف المبكر للأورام على حسب أنواع الأورام في حاجات كتير قوي احنا بنحاول نحن زي مثلا المبادرة تياتر رئيس بتاعت سرطان السادي اكتشاف المبكر قلل نسبة اكتشاف المرض في المراحل المتأخرة بالنسبة 24% في الحملة السين اللي فاتت جنبها في حمالات أخرى لأورام الرئة وأورام الكروستاطا وأورام الكولون فعايزين نقلل النسب دي لأن طبعا لما بنقلل النسب دي نسب الشفاء بتاعلي فبالتالي التكلفة للدولة لما بديجي نعالج بتبقى يقلب كتير فنقدر نحن نحافظ على غير أرواح الناس وإن الشعب يبقى منتج لأن نقدر كمان نعالي نسبة الشفاء بالنسبة المبكر أنا أورادي يرجع التصنيف العالمي للتنس وبعد فشل في النخاء العظمي وأخطر من سرطان وبعد كده طبعا كان سبع عسين مرة تقريبا وزنه 130 كيلو غير غيرينة في الإيد مشكلة في الكبد في الكيلة في الآخر بفضل ربنا سبحانه وتعالى قدر توصل للتصنيف العالمي وبعد كده عملتني مؤسسة حملة محل الأمل العالمية النهاردة بتكرم النهاردة ليه أكبر حملة في العالم النهاردة اللي بتضم أكثر من 23 دولة لغرض بتاحها بتنشر الأمل عن طريق فعاليات كثيرة جدا سواء مؤتمرات خاصة بالرضا والصحة أو سواء فعاليات فيها انترتنمنت أو حاجات كثيرة جدا فالنهاردة كانت الحملة فيها تكريم الحملة ولية علشان نحن بدرنا نوصل بتأثير كبير في الوطن العربي وفي العالم باكمله اشتركوا في القناة